اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم لمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين نستمر إن شاء الله عز وجل في مذاكرة كتاب سيدنا الشيخ حول أصول طريق الله عز وجل وقف بنا الحال والمقال في الأصل الخامس من كتاب الأصول هذا الكتاب الذي سماه سيدنا الشيخ بالكواكب الدرية في بيان الأصول النورانية فالأصل الخامس خصصه سيدنا الشيخ لإسم الجامع الدالي على الذات لذكر تعريفه في اصطلاح أهل الله عز وجل وذكر مراتبه وحروفه وإلى ما يصل إليه السالك بإذن من شيخه بعد ذكر الإسم هذا الذكر للإسم بعد إذن من حضرة الشيخ يرفع القلب فيها وبها إلى موقع النجم الذي هوى الذي هو قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا السلوك بالتربية النبوية وبالهدي النبوي وبالسنة النبوية التي تناقلها كابراً عن كابر وشيخاً عن شيخ شيخاً للتربية أضاء له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقلبه في قلبه فأصبح خليفته في العصر يرب الناس على المنهاج النبوي الشريف حتى يوصلهم بذكر الإسم إلى معرفة المسمى عز وجل فذكر سيدنا الشيخ في هذا الأصل الخامس الذي يدور عليه محور المعرفة بالله عز وجل وأصرار الحق عز وجل أصرار أسمائه وصفاته وتنزه ذاته عز وجل فبعد ذكر الإسم يرزق العبد ببركة شيخه معرفة مراتب مراتب أصرار الذات التي تتجلى للمريد للسالك بأصرار حروف إسم الجلالة الله فخصص سيدنا الشيخ أول معرفة يتعرف إليها المريد السالك بمعرفة مراتب الذات ففسر سيدنا الشيخ وعرف الذات تعريفا تقريبيا لتفهم العقول الطيقة بعض المعنى وإلا فالكلام عن الذات غير لا تحبله العبارة ولا تطيقه الإشارة فكلام عن الذات الحق عز وجل لا يعرف ذات الحق إلا الحق سبحانه وتعالى ومن أحب الله سبحانه وتعالى أن يفنى ويضمح الله في ذات الله سبحانه وتعالى فقال فيها سيدنا الشيخ بأنها مسمى عين الكل القائم بنفسه غير المدرك بوجه من الوجوه الذي لا يصف بعدم أو وجود فهي غيب الغيب وهي الكنز المخفي المستندة عليها في قيامها المعدوم وهي الكنز المخفي وعلة ظهور سائر التكثرات الأسمائية والصفاتية والنعتية المستندة عليها في قيامها المعدوم فأعطى لنا سيدنا الشيخ إشارات غالية تشير إلى معنى خفي كنزي لا يعرفه إلا القلب المحمدي صلى الله عليه وسلم ومن تنزل في حضرته من خلفائه أهل الولاية الربانية ومن تبعهم من السالكين وآمن بهم وصدقهم فأمر الذات خطير جلال عظيم لذلك كان الإشارة فيها تشير إلى الإخفاء وإلى الإبهام أكثر مما تشير إلى التبيين لأن لا يمكن التحدث عن الذات كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فكانت من باب معرفة تنزلات شؤون الذات وأحكامها وأفعالها معرفة الأصل أو السر الأكبر الذي هو سر الهوية الذي يتلقاه المريد ببركة الشيخ في خلوته بعد أن يضمحل المريد في نورانية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعرف على مراتب تنزل الذات في الأسماء والصفات حتى يعرف الحق عز وجل وأول ما يباح له سر الهوية بمراتبها بالمرتبة الأولى أو ما يحدده الشيخ على حسب استعداد المريد ثم بعد ذلك يتكلم سيدنا الشيخ بعد أن تكلم على إشارات عن الذات لأنها هي المرقوبة وهي المطلوبة لدى السالك معرفة ذات الحق سبحانه وتعالى معرفة قربه سبحانه وتعالى ومعرفة محبته ومعرفة صفاته وأسمائه وكل ذلك كما قال أسماء وصفات للحق سبحانه وتعالى يتعرف بها السالك من أجل معرفة الذات العلية لأن الأصل والغاية من ذكر الإسم المفرد أو الإسم الأعظم هو معرفة المسمى التي هي الذات العلية وبعد ذلك خصص سيدنا الشيخ بابا التي هي أول تنزل وأول حضرة تختص بها الذات العلية وهي حضرة الأحدية حضرة إسم الله الأحد المتجلية في الحضرة الأحدية يقول فيها سيدنا الشيخ أخص حضرات الذات أخص حضرات الذات اللامتعينة وقلزم المحوي لجميع المراتب والنسب والاعتبارات والقلزم في اللغة هو الشيء الذي يمتص كل شيء ويبلع كل شيء إذا حاولنا أن نمثله في عالمنا الحسي فهو يشبه ذلك الثقب الأسود في الكون الذي يبتلع كل شيء لعظم الطاقة التي أودع الحق عز وجل فيها ولعظم الجاذبية التي جعلها الحق سبحانه وتعالى في نواته هذا الثقب الأسود فكل ما يمر بجانبه أو في محيطه إلا ويبتلعه ويصبح هباء منثورا لا يرى ولا يصبح في اعتبار الفناء وفي اعتبار الإضمحلان فحضرة الأحدية للحق عز وجل وصفها سيدنا الشيخ بهذا القلزم تشبيها لها وأما ذكر تعريفها فلا تصل إليه العبارة إنما أشار ذلك سيدنا الشيخ من أجل أن يقرب المعنى لعقولنا الضيقة حتى يفهم معنا من معاني التشبيه لأوجه حضرة الأحدية للحق عز وجل فقال هي أخص حضرات الذات لأنها أول تنزل للذات التي هي محضو معرفة الله نفسه بنفسه لا يطلع عليها مخلوق إلا أن الحق سبحانه وتعالى كما قال كنت كنزا مخفيا لم أعرفك فهذه الذات هو تعبير عن خفاء هذا الكنز فهذه الحضرة الأحدية تمحى فيها جميع المراتب والنسب والاعتبارات وسائر الأعيان والتكثرات فلا يذكر معها اسم ولا صفة فهي المنزهة عن الإشارة والمتعالية عن العبارة الدالة بنفسها على نفسها فحضرة الأحد التي قال فيها الحق عز وجل قل هو الله أحد هي هذه الحضرة التي لا يجوز فيها وصف ولا يجوز فيها نعت ولا يجوز فيها صفة لهذه الحضرة لأنها منزهة عن الاعتبارات ولا يبقى فيها شهود للعبد يكون محلال كلي يعرف الحق نفسه بنفسه عز وجل فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل هذه الصورة المباركة صورة الإخلاص فقال حق عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد فبعد أن جاء السؤال عن نسبة الحق سأل المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك فجاء الوصف من حضرة الأحد سبحانه وتعالى ليصف نفسه بوصف كأنه يعجز المشركين ويقول لكل الخلق أن هذا الحق عز وجل أن هذا الرب سبحانه وتعالى إنما هو منسه عن كل وصف وعن كل ما تدركه العقول وعن كل ما يتشابه في الأوهام وفي التخيلات فقال سبحانه وتعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الله أحد فانطوت هذه الصورة يقول سيدنا الشيخ على كل أسرار التوحيد والمعارف الربانية إذ أن كتاب الحق المبين كما هو معلوم جاء على ثلاث أقسام ظاهرية وهي الأحكام والقصص والعقيدة الأحكام من أجل تنظيم العلاقات بين المخلوقات والقصص من أجل تبيين حضرات الأنبياء والمرسلين ومن أجل تبيين أخذ العبرة لمن لم يصل إلى الشهود بالخبر فينتفع بذكر الأبرار والأنبياء والمرسلين والعقيدة هي أس الدين وأساسها فجمعت واستوفت صورة الإخلاص يقول سيدنا الشيخ جميع أسس جميع أسس ومراتب التوحيد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن لأنها جمعت علم الحقيق جمعت علم العقيدة فالحق عز وجل وصف في هذه الصورة المباركة التي هي صورة الإخلاص نفسه بما يليق به عز وجل ويقول أهل الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا الشيخ في إشارة عن هذه الصورة أن الحق عز وجل كان كنزا مخفيا في أزله فأحب أن يعرف فخلق الخلق ليعرف ثم اطلع على قوالبهم أو على قوابلهم ثم اطلع على قوابلهم أي ما يقبلون وما يستعدون له فعلم عجزهم عن معرفته لغموض صلة الحادث بالقديم عز وجل هذه الصلة صلة الحادث أو علاقة الحادث بالقديم أو علاقة الأبد بالأزل غامضة غامضة إلا عن عن القلب المحمدي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا الشيخ فأقام بينهم وبينه أي بين الحادث والقديم أقام بينهم مخلوقا من جنسهم صلى الله عليه وسلم من جنسهم في الصورة وألبسه الرأفة والرحمة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشرح بنور التوحيد صدره وألقى فصاحة الربوبية على لسانه وفتح به أبواب القدم وكشف له عن عين الحقيقة فأمره بتعريفه لخلقه فقال قل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فكان القاف هذا الحرف المبارك أول الحروف المنزلة القاهرة بسر القدم أول الحروف المنزلة القاهرة بسر قدم الحق حدوث الخلق وحتى تظهر عظمة القدم على الحدثان أو الحدث إذ ذاك قال هو قل كما قال سيدنا الشيخ إظهار لعظمة القدم على الحدثان أو في الحدثان فقال بعد ذلك هو فتهافت أو فتاهت قلوب أهل التوحيد في أوديّة الحيرة والتيه لما تبدّت لهم عظمة الهوية وتزلزلت أركان وجودهم وانهدّت واندثر الحادث بظهور القدم سبحانه وتعالى وأفناهم فناءً صرمديًا حتى يبقى كنه الألوهية منزهاً عن الشريك فإذا ما تولّوا فثم وجه الله عند ذلك أظهر اسمه الجامع الدال عليه الله عز وجل فتبينوا لام العظمة التي هي لام الأولى في اسم الجلالة لام القبض فسجدوا لله سبحانه وتعالى وتبينوا لام العشق فذابوا من رشفة الشوق والولة ثم كاشفهم بفردانية الألف ألف التوحيد فأقروا بالعجز عن الإدراك وسكن فيهم كل متحرك وانمحقوا في عين الجمع فتجلت سطوة الأحد فاندكت الكثرة الاعتبارية والنسب العينية فما من مخبر عنهم فما من مخبر عنهم وما من خبر فعندما طلاع الحق عليهم بحضرة الأحدية انمحت صورهم وآثارهم وحضراتهم في حضرة أحدية الله عز وجل فكانوا كما قال سيدنا الشيخ لم يأتي مخبر عنهم وما من خبر عن هذه الحضرة حيث تاهوا هناك ولا وصف ولا نعت ولا خبر عن من وصل هناك قال شيخ شيوخنا يرويه سيد أحمد المعجيب رحمة الله عليه في كتاب تفسير البحر المديد قال شيخ شيوخنا سيد عبد الرحمن العارف والحاصل أن الإشارة به مختصة بأهل الاستغراق والتحقق في الهوية الحقيقة فلانطباق وحر الأحدية عليهم وانكشاف الوجود الحقيقي لديهم فقدوا من يشار إليه فقدوا من يشار إليه إلا هو عز وجل فانكشف لهم حقيقة الوجود وظهر الحادث فناء محضن وظهر الحق عز وجل قاهرا فوق عباده عز وجل فلم يجدوا من يشار إليه إلا هو فما رأوا إلا هو وما تكلموا إلا عنه سبحانه وتعالى لأن المشار إليه لما كان واحدا كانت الإشارة مطلقة لا تكون إلا إليه فهذا الإطلاق لهذا الاسم اسم الهوية المبارك هو إشارة مطلقة عن ظهور الحق عز وجل وفقدان الأثر وفقدان الحادث لحاله وصفاته ففقد ما سواه في شعورهم لفنائهم عن الرسوم البشرية بالكلية وغيبتهم عن وجودهم وعن إحساسهم وأوصافهم الكونية وذلك غاية في التوحيد والإعظام مهنحنا الله ذلك على الدوام وجعلنا من أهله ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين انتهى كلام سيدنا رحمة الله عليه نقلا عن شيخه سيد عبد الرحمن العارف صلى الله عز وجل أن يعرفنا به كما هو أهله وكما هو كما هو مقسوم لنا في حق شهود رغوبية الحق عز وجل وفي حق شهود بلى اللهم يا رب أكرمنا بمحبتك وحسنك ما للأدب معك اللهم لا تزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهل لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إننا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم إننا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم يا رب اجعلنا في خوف ورهبة من جلالك وفي طمع وخضوع لجمالك يا رحمة الرحمن يا رب العالمين اللهم يا رب نزه أنفسنا عن الشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق يا رحمة الرحمن أكرمنا بخلوق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شهودا وتوحيدا وتفريدا يا أكرم الأكرمين يا عزب العالمين اللهم يا رب برفع راية طريق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم يرفع بها كل مخلوق وانفع بها كل مسلم واجعل نورك يا رحمة الرحمن يسريك كل حي وفي كل مخلوق يا رحمة الرحمن يا رب العالمين اللهم لا تحرم اللهم لا تحرم أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من شهود نورك والخير شكرا